هناك اشتباكات دامية تحدث الآن في شوارع العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة والتي وصفها الجيش بالعدو من الواضح بأن هناك محاولة للسيطرة على الأوضاع على الأرض من قبل الجيش السوداني نستمع قليلا إلى هذه الأصوات أصوات إطلاق النيران إذن أصوات لهذه النيران نتابع أيضا الدخان وهو يعلو في سماء السودان جراء إطلاق النيران منذ صباح اليوم اشتد إطلاق النيران في هذه الدقائق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نذكر ببعض المواقف الدولية التي تتابع عن كثب ما يجري في السودان دولة الإمارات دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل هذه القضايا عن طريق الحوار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر